موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم كوتشوان سوروبان لتعلم الحساب الديني في هذه الحصة ان شاء الله وتتمة لسلسلة تطبيقات الطرح المركب تعرفنا في تطبيقات من واحد الى تطبيقات خمسة على كيفية انجاز بعض العمليات البسيطة باستعمال الطرح المركب وبالتطبيق القاعدة فالحصة ان شاء الله سنتعرف على كيفية انجاز عمليات الطرح المركب باستعمال اصابع اليدين اليمنى واليسرى لمن يشاهد القناة لاول مرة انصحه ان يعود للدروس السابقة حيث تعرفنا في العمليات البسيطة على كيف نحسب باستعمال اصابع اليدين يمنى واليسرى وسأترك لكم رابط الدروس في صندوق الوصف لا بأس ان نقوم بالتذكير يعني شرحت هذه الدروس في القناة سابقا قلنا ان اليد اليمنى تمثل الوحدات واليد اليسرى تمثل العشرات اليد اليمنى يعني الوحدات يعني استطيع ان احسب باليد اليمنى من صفر الى تسعة كما هو في محور الوحدات يعني في محور الوحدات هنا في المعداد نستطيع ان نحسب من واحد الى تسعة الابهام كما ذكرنا يمثل عدد خمسة ساحسب مثلا في اليد اليمنى الى تسعة واحد اتنان تلاتة اربعة نفس الشيء في المعداد واحد اتنان تلاتة اربعة عفوا لكي امثل الخرزة خمسة ماذا افعل ونعطل الخرزة السفلية وانشط خمسة هنا الابهام يمثل دور الخرزة العلوية يعني احسب هنا واحد اتنان تلاتة اربعة لكي انشط خمسة كما في المعداد نعطى الاربعة وانشط الابهام الذي يمثل لعدد خمسة. خمسة زائد واحد نقرأ خمسة ستة. سبعة تمانية تسعة. كما في المعداد خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يعني فقط للتذكير لمن لم يشاهد دروس الاصابع. انصحه ان يعود الى الاول يعني اللي لا اعيد الدروس مرة اخرى. ننتقل على بركة الله الان الى كيفية انجاز العمليات الحسابية باستعمال اصابع اليدين اليمنى واليساء. نبدأ على بركة الله مع المثل الاول. سبق ان رأينا عفوا في القواعد مساعد واحد اربعة مساعد اثنان ثلاثة مساعد ثلاثة اثنان مساعد اربعة واحد هنا. قاعدة المساعد الصغير. وكتبتها بطريقة اخرى يعني نفس الطريقة فقط يجب عليكم فهم الطريقة التي ننجز بها العمليات. هنا لكي اطرح العدد سنبدأ بالقاعدة الاولى هنا المسطرة باللون الوردي كيف نطرح العدد واحد من خمسة باستعمال اصابع اليدين اليمنى واليسرى. هنا المثل اول لدي خمسة امثل عدد خمسة في الاصابع خمسة ناقص واحد هنا لكي اطرح العدد واحد في الاصابع اجد ان عدد الخرزات غير كافية لطرح العدد واحد ماذا نفعل مباشرة ابحث عن مساعد واحد اذا اتينا هنا الى القاعدة مساعد واحد هو اربعة ماذا افعل بالعدد اربعة اضيف اربعة واطرح خمسة وبشكل مفصل كتبت لكم القاعدة هنا كيف ما تنذينا خمسة اريد ان اطرح العدد واحد عدد الخرزات غير كافية كيف اطرح العدد واحد اقوم زائد اربعة ناقص خمسة او ناقص خمسة زائد اربعة والنتيجة اربعة ونكتب اربعة يعني كما شرحناها في المعداد يعني لمن لم يتمكن من فهم الاصابع بشكل جيد حاولوا ان تقوموا بالاسخاط على المعداد يعني ان انظر الى المعداد نفطرق الخرزات السفلية تتكون من اربع خرزات الاصابع اربعة والابهام يمثل الخرزة العلوية المثل الثاني لدي هنا ستة امثل ستة كما ذكرنا كيف نمثل العدد ستة حاولوا ان تمثلوا معي الاعداد على اصابعكم حتى تتمكنوا من فهم القاعدة بشكل جيد امثل هنا خمسة ستة خمسة قلنا الابهام يمثل خمسة ستة ناقص واحد هنا ماذا نجد اننا نستطيع ان نطرح العدد واحد اطرح العدد واحد بشكل بسيط واحصل على النتيجة خمسة يعني كما ذكرت لكم سابقا متى نطبق قواعد الطرح العكسي او الجمع المركب فقط عندما تكون عدد الخرزات غير كافية لانجاز العملية لدي هنا اربعة امثل العدد اربعة في الاصابع اربعة زائد واحد هناك اضيف العدد واحد ماذا اجد ان عدد الاصابع غير كافي لانجاز العملية رأينا سابقا في الجمع المركب ان مساعد واحد هو اربعة يعني القاعدة مكتوبة امامنا كما ذكرت لكم نغير فقط الاشارات اذا عملنا في الجمع نقوم بزائد خمسة واذا اقوم واذا كانت العملية الطرح المركب نطرح خمسة وهناك اللي كي اضيف العدد واحد ماذا نجد عدد الاصابع غير كافية مساعد واحد هو كم رأيناه سابقا القاعدة امامكم مساعد اربعة واحد جيد ماذا افعل بالعدد اربعة اطرح اربعة الخطوة الاولى وانشط خمسة اربعة زائد واحد مساعد اربعة هو مساعد واحد عفوا هو اربعة اطرح اربعة وانشط خمسة سبقا ان شرح الدروس القاعدة المساعدة الصغر باستعمال اصابع يعودوا الى القناة وسأترك لكم روابطها ان شاء الله في صندوق الوصف لدي هنا طرحنا العدد واحد عفوا اضفنا واحد اربعة زائد واحد تساوي خمسة ناقص واحد هنا لكي اطرح العدد واحد من خمسة ماذا اجد ان عدد الاصابع غير كافية ابحث عن مساعد العكسي للعدد واحد هنا الطرح يعني مباشرة اطبخ الطرح العكسي لكي اطرح العدد واحد هنا ماذا افعل اضيف اربعة يعني مساعد واحد اربعة اقوم بعكس قاعدة بعكس قاعدة الجمع المركب نضيف اربعة واطرح خمسة والنتيجة اربعة واكتب اربعة يعني فقط عليكم التركيز وكلما قمتم باكبر عدد من التطبيقات كلما ترسخت لديكم القاعدة بشكل جيد يعني هنا احاول ان اشرح اي قاعدة كل قاعدة من القاعدة التي طبقناها ولماذا طبقنا هذه ولكن مع الممارسة ومع كلما انجزتم عمليات اكتر كلما تمكنتم من انجاز العمليات بشكل سريع وبدون التفكير في القاعدة مثل الرابع امثل العدد سبعة كما ذكرنا خمسة ستة سبعة سبعة ناقص واحد هنا اجد ان الخرزات او عفوان عدد الاصابع كافي نطرح العدد اتنان واحد اتنان ناقص اتنان اطرح العدد بشكل بسيط طبقت لي خمسة لكي اطرح الان ناقص واحد نفس الشيء نجد ان عدد الاصابع غير كافي لانجاز العملية مساعد واحد كما هو في القاعدة اربعة ماذا افعل بالعدد اربعة تذكروا دائما في المزاعد سغل نقوم بخطوتين نطرح ونضيف اضيف اربعة واطرح خمسة والنتيجة اربعة واكتب اربعة اذا كان لديكم اي تساؤل او اي غموض بخصوص عمليات باستعمال اصابع يدين اليمنى واليسرى اتركوه لي في التعليقات لاخدها بعين الاعتبار في الفيديوهات القادمة ان شاء الله تمانية امثل هنا العدد تمانية خمسة ستة سبعة تمانية ناقص ثلاثة هنا الاصابع كافية لطرح العدد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اطرح العدد ثلاثة بشكل بسيط تبقت لي خمسة خمسة ناقص واحد نفس شيء مساعد واحد كم رأيناه سابقا وهو مكتوب هنا مساعد واحد اربعة ماذا افعل بالعدد اربعة اضيف اربعة واطرح خمسة والنتيجة اربعة ناقص ثلاثة هنا استطيع طرح العدد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اطرح ثلاثة والنتيجة واحد يعني كما قلنا سابقا نطبق القواعد فقط عندما تكون عدد الاصابع او عدد الخرزات غير كافية لانجاز العملية هنا لدي سبعة امثل خمسة ستة سبعة ناقص اثنان هنا العدد اثنان الاصابع كافية اطرح واحد اثنان بشكل بسيط ناقص واحد هنا لكي اطرح العدد واحد ماذا نلاحظ ان عدد الاصابع غير كافي مساعد واحد هو كم اربعة جيد ماذا نفعل نقوم بخطوتين نضيف اربعة ونطرح خمسة زائد عشرة هنا صفر في الوحدات يعني في الوحدات لن اضيف اي عدد كما ذكرنا اليد اليوم نتمثل الوحدات واليد اليسرى تمثل العشرات اضيف العدد عشرة اضيف واحد في العشرات واقرأ النتيجة اقرأ اكتب عدد الممتل في اليد اليومنا واحدة هو عدد العشرات واحدة هنا لدي اربعة وفي الوحدات واحد اقرأ العدد اربعة عشر اعيد هذه العملة بشكل سريح سبعة ناقص اثنان ناقص واحد مساعد واحد اربعة اضيف اربعة واطرح عشرة واطرح خمسة عفون زائد عشرة نتيجة اربعة عشر مثل السابع لدي عشرة كيف امثل عشرة صفر في الوحدات واحد في العشرات صفر في الوحدات واحد في العشرات زائد خمسة اضيف العدد خمسة بشكل بسيط زائد خمسة ناقص واحد هنا لكي اطرح العدد واحد اجد ان عدد الاصابع غير كافية مساعد واحد كما رأينا هو اربعة ماذا افعل اضيف اربعة واطرح خمسة زائد خمسة اضيف العدد خمسة بشكل بسيط هنا الاصابع كافية اضيف العدد خمسة واقرأ النتيجة بدي هنا الوحدات خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني تسعة وفي العشرة واحد واقرأ تسعة عشر واكتب تسعة عشر مثل ثامن لدي هنا تسعة امثل عدد تسعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اصابع كاملة ناقص اربعة هنا لكي اطرح العدد اربعة اجد ان الاصابع كافية اطرح واحد اتنان ثلاثة اربعة كم النتيجة تبقى ستبقى لي خمسة ناقص واحد نفس الشيء لكي اطرح هنا العدد واحد اجد ان الاصابع غير كافية مساعد واحد هو اربعة ماذا افعل بالعدد اربعة اضيف اربعة واطرح خمسة دائما نقوم بخطوتين هنا زائد ثلاثة لدي اربعة اريد ان اضيف العدد ثلاثة لكي اضيف هنا العدد ثلاثة ماذا نجد ان عدد الاصابع غير كافية لانجاز العملية مباشرة بما ان لدي زائد نقوم بقاعدة لجمع المركب مساعد ثلاثة هو بما ان خمسة غير نشطة سنطبق المساعد الصغير للعدد ثلاثة هو كم اتنان اطرح اتنان وانشط خمسة والنتيجة خمسة ستة سبعة واكتب سبعة يعني امتلاد بسيطة دائما الهدف منها هو الفهم وكما ذكرت لكم كلما قمتم باكبر عدد من التطبيقات كلما تبتتم القاعدة بشكل جيد لابد من انجاز اكبر عدد من التطبيقات هنا واحد امتل عدد واحد ناقص واحد اطرح العدد واحد زائد خمسة امتل خمسة ناقص واحد هنا خمسة لكي اطرح العدد واحد نفس الشيء عدد الاصابع غير كافية مساعد واحد كما رأينا هو اربعة نقوم بخطوتين اضيف اربعة واحد اتنان ثلاثة اربعة واطرح خمسة والنتيجة اربعة ونكتب اربعة يعني هنا فقط العمليات فيها المساعد الصغير سواء في الجامعة او في الطرح فقط يتمكنوا من استبيت القاعدة وكما ذكرت لكم كلما قمتم باكبر عدد من التطبيقات كلما فهمتم القاعدة اكتر مع الممارسة وعندما ندخل في قواعد اخرى ستتمكنون من انجاز عمليات فيها الجامعة المركب والطرح المركب بجميع قواعده بشكل سريع جدا ولكن لا بد دائما ان نبدأ من السهل الى الصعب وخطوة خطوة حتى الاحتراف لدي هنا ستة امثل خمسة ستة زائد واحد اضيف واحد الخرزات كافية او الاصابع كافية ناقص اتنان هنا استطيع طرح العدد اتنان يعني نطرح العدد اتنان بشكل بسيط ناقص واحد نفس الشيء لكي اطرح واحد عدد الاصابع غير كافي مساعد واحد هو اربعة ماذا نفعل اضيف اربعة واطرح خمسة والنتيجة اربعة اتمنى ان تكون هذه الامتلة مفهومة واذا لم تتمكنوا من فهم اي مثل اطرقه لي في التعليقات ومن يشاهد هذه الحصة لاول مرة انصحه ان يعود الى الدروس سابقة حتى شرحت كيف نقوم بانجاز العملية الحسابية في العمليات البسيطة بالطباق المساعد السغر المساعد الكبير مساعد الكبير العدد خمسة والان ان شاء الله سنخطوة ايضا خطوة خطوة حتى تفهموا جيدا كيف نقوم بانجاز هذه العمليات اي عمليات طرح المركب باستعمال اصابع اليد اليمنى واليسرى وبهذا نكون قد انهينا حصة اليوم او تطبيقة اليوم وعيدنا في الفيديو القادم ان شاء الله مع تطبيقات جديدة وكما ذكرت لكم دائما نبدأ من السهل الى الصعب ودائما خطوة خطوة حتى الاحتراف اذا اعجبتكم فيديوهات يمكنكم مشاركتها مع اصدقائكم لتعوم الفائدة وموعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته